من الآهات ومن دماء شبابنا ومن أموالنا ومن تهجير إخواننا وأخواتنا ومن ترميل مليون ونصف إرمالة وإتيتين خمسة مليون يتيم عراق اليوم كل هؤلاء اليوم يقفون ضد من يحاول أن يعود بنا إلى زمان العمليات والانقلابات العسكرية أو الدكتورة الذي يجلس على الكرسي ثم يجعله وريثا له والأبناء هذا الزمان عبر أما أن نجعل شماعة من أجل إحداث وتحقيق مكاسب سياسية على حساب هذا الطرف أو ذلك نعتقد هذه الخانة اليوم علينا أن نخرج منها وأن نعود إلى جادة الصواب طيب سيد الكناني تعليق على هذا الموضوع بالتحديد هل فعلا العراق مهدد في مثل هذا التوقيت بشبح انقلاب عسكري لا لا مطلق زمان الانقلابات ولا ولن يعود إن شاء الله ولكن الخشية من تسنم الجهات المرتبطة بحزب البعث أو التي لا تحمل الأجندة الوطنية وإنما تمثل الأجندات الخارجية من الوصول إلى سدة الحكم بواسطة الانتخابات القادمة من خلال تمويلها بأموال طائلة وشرائها لكثير من الأصوات والذمب للأسف الشديد هنا الخشية فبالتالي سيسير العراق من خلال هذا المكون الذي قد يحصل على نسبة معينة في مقعد مجلس النواب ومن ثم يتحالف مع جهات أخرى وتقديم التنازلات لها لغرض معينة قلت بأن الحكومة أو من هم في اتلاف القانون خافوا من هذه الأسماء فأدرجوها ضمن موضوع المسائلة والعدالة يعني أنت قلت بأن الموضوع ليس خشية من عودتهم وخصوصا أن هناك جراء مرتكبة بس هي خشية من تأثير أصوات في الانتخابات يعني تناقض نفسك شوية لا 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 مو تناقض أخبرتك أن المجلس للوزراء دولة رئيس عطل عمل هيئة الاجتماعات أكثر من سنة ونصف الآن عندما قامت بممارسة عملها بما معنى أنه رفع يده من ممارسة عملها ورفع يده من الضغوط التي كان يمارسه على هيئة اجتاث البعض فعندما رفع يده عنها قامت هيئة اجتاث البعض بممارسة نشاطها الطبيعي وهو كل من يكون مشمول بضوابط معينة لا يحق له بالمشاركة بالعمل السياسي وبالإضافة لأن هذه الهيئة تعرفين ستكريمة أنه أكو طرق قانوني أخرى هيئة الطعن وما شابه فنحن مع الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد هؤلاء ومن حقهم أيضا يقدم الطعون فإذا كان مشمول فعلا أو يتم عادته نعم يجب قرارات أن تحترم بعد الفاصل نكمل معكم سباق الفرلمان ابقوا معنا الشعب تعب من التراشقات الثياتية والتهم بينهم أهلا بكم من جديد إلى سباق البرلمان شيخ عمر الهيتشل هناك الآن تصريحات تقول بأنه بسبب غياب المصالحة ربما نحن أمام نزلاق في منحدر الحرب الأهلية فعلا هذا الأمر سيصير؟ بالتأكيد لا أنا أقول لكل أبناء شعبنا ولكل من هو حريص على العميلة السياسية في العراق الداخل وفي خارج بين العراقيين تجاوزوا كل هذه الأزمات والعراقيون يعلمون بأنه اليوم قارب النجاة لهم والعملية السياسية والمشارك الفاعل في هذه العملية السياسية من أجل كل مكون مكونات أبناء الشعب العراقي يأخذ نصيبه في هذه العملية على قدر قناعة أهله به يوم سبعة ثلاثة والأصوات التي ستأتي إليهم وبالتالي اليوم نحن لا نخشى بأن العراقي يعود مرة ثانية إلى منزلق الحرب الأهلية كما يقولون وصمام الأمام في ذلك حقيقة هم أبناء العشائر المتداخلين في بغداد وفي كل المحافظات وبالتالي كانوا هم الحاجب والسياج النهائي الذي وقفت وتكسرت على صخوره كل المؤامرات التي جاءتنا من داخل لكن الخشية إجدت من نزول الناس إلى الشارع التظاهر بالشارع كل حزب يستخدم الناس في الشارع هذا ما يعزز هذا المخاوف لا بالتأكيد هذا اليوم يعزز على أن ابناء الشعب العراقي اليوم عندهم وعي واليوم ابناء الشعب العراقي قادرين على أن يستخدم الوسائل السليمية للتعبير عن مشاعرهم هذه حالة جيدة وطيبة ونشجعها طيب سيد أمير ألقيت باللائمة في موضوع الذي صار مؤخرا من شطب الأسماء وغيرها على اتلاع دولة القانون على السيد المالكي طب أنتم بالاعتلاف الوطني الحر كلكم مع هذا الأمر لماذا ستلوموا؟ لا لا نحن مطلقا نحن لا نوموا بالمالكين يعني الاتلاف بصورة عامة يلقي باللائمة مثل ما قلت أنه خش هذه الأسماء فطبق الموضوع طب أنتم كنتوا مع هذا الموضوع وما زلنا مع الموضوع مع هيئة الاجتثاث ولكن اللي صار يا سيد الكريمة أنه عطلت هيئة الاجتثاث لأكثر من سنة ونصف السيد المالكي أعطى البحبوحة للبعثين بالعودة من خلال إشراكهم بالأجهزة الأمنية ويدخالهم في مؤسسات جدا يعني مهمة في مفاصل الدولة تم إشراكهم وبالتالي شعروا هؤلاء الأشخاص أنه دخولهم في العملية السياسية ممكن وعودتهم إلى السلطة ممكن أحمد الشلبي من وراء موضوع المسالة والعدالة لولا مو إياكم بالإئتلاف الوطني نعم دكتور أحمد الشلبي بنعم في الإئتلاف الوطني لعبي شون تفسر هذا ليش تلقون بالمسؤولية على شخص واحد لا لا يا سيدتي صدر أمر قبل أكثر من سنة ونصف باعتبار من رئيس الوزراء باعتبار هيئة المسالة والعدالة كانت سمها يشتاث البعث بأنها هيئة تصريف أعمال عطي كل عملها سنة ونصف الهيئة معطلة الآن مارست دورها بعدما رفع رئيس الوزراء يده من الهيئة استطاعت أن تمارس عملها هذا اللي نحن نشكل عليه أكثر من سنة ونصف الهيئة معطلة بسبب كتاب من دولة رئيس الوزراء أولا المسألة الأولى هو لما يقول من الحكومة العراقية عطلت العمل من السنة ونصف إذن هي جمدت القانون وإذن أضع وضعاته تحتليت حتى تستخدمه في الدقائق أو في الساعات في الأيام اللي يفيد هذا أولا المسألة الثانية من يتحمل مسؤولي أيضا أياد علاوي يتحمل مسؤولي حينما كان رئيس الوزراء في 2004 كان عليها أن يعمله رئيس الوزراء وعنده صلاحيات دستورية أن يعمل على أسقاط اجتداد هيئة البعث وتنتهي الملف من ذلك اليوم ثم أيضا يتحمل مسؤولي وصالح المطلب وكتلته البالغة 36 عضو برلمان خلال أربع سنوات قد كتلتكم ليش ما سوى تشيب هذا الموضوع كانوا في البرلمان طوال السنوات أربع سنوات الماضية كان عندهم أربع سنوات فصول تشريعية أن يعملوا على تغيير هذا القانون التوافق لمدة سنتين عملت في المطابق السياسية داخل البرلمان وجاءت بقانون المساءلة والعدالة قبل أن تظهر مشكلتنا بثلاثة أسابيع قلنا يا صالح ويا علاوئتوا بإخوانكم لنصوت على الهيئة الجديدة أنت كل واحد يقولون فلان المسؤول ما حد يتحمل مسؤوليتك كل واحد يتحمل مسؤولية في الوضع السياسي إما أن نتكلم حقائق لأبناء شعبنا أو أننا نجمل هذا الطرف الحكومة جمدت القانون يتحمل مسؤولية تفعيلة في هذا الوقت من يدافع عن المشروع البعثي وعن البعثيين أيضا يتحمل ولكن أريد أن أقول كلمة لله ثم للتأريخ رجال الجيش والشرطة الذين استلموا بغداد خصوصا وكانت جثثة المجهولة في الشوارع عبدون قنبر ورفاقي اللي اليوم يتهمون بينهم هؤلاء ينبغي أن نضع لهم تكريم أبناء الشعب العراقي هؤلاء ثبتوا ولائهم وطنيتهم طوال السنوات الماضية كان ولائهم أول من أخير للعراق من يقول اليوم بأن هؤلاء كانوا قادة كبار في نظام السابق أو في البعث السابق اليوم عليه أن يقف تحية إيجان كبار هؤلاء أصحاب المواقف البطولية وعلينا أن نحاسب الناس على مواقفها الآن لا نحاسبها على الماضي عندما نتحدث عن المصالح الوطني نتحدث عن جذور مشكلة للأسف في العراق كانت وهي المحاصصات الطائفية قبل هذه المشكلة هذه مشكلة لا تقارن مع مشكلة الحرب الطائفية اللي صارت بين 2007 ومئات الآلاف ماتوا بسبب ناس استخدمت الدين هذولا ما يتحملوا المسؤولية؟ يعني نشوف نحن في نهاية الأمر اليوم لو وضعت مسألة اجتثاث في كفة وضعت العملية السياسية في كفة فإن الأبناء العشائر خصوصا وكل أبناء الشاب الدراقي سيختاروا المضي في العملية السياسية من أجل طي صفحة الماضي بكل ما فيها من آهاتين ومن جراحات أما قضية معالجة آثار الانفلات الأمني الذي حدث في 2005 أو 2006 فإننا بحاجة إلى أن تكون عندنا مؤسسة مصالحة وطنية قادرة على معالجة هذه الآثار شيخي مو مسألة انفلات أمني هي مسألة محاصصات طائفية نعكست بالشارع الآن على أثر هذا الحديث يقال بأن الأحزاب ذات الطابع الديني أو المسميات الدينية تراجع حظها بسبب تجربة الطائفية شنو تعليقك سيد الكناني؟ لا هذا غير صحيح والدليل انتخابات مجالس المحافظات اللي صعدت هي الأحزاب الدينية حزب الدعوة والتيار الصدري والحزب الإسلامي وجبهة التوافق هي اللي ماسكة مجالس المحافظات بالأكمل يعني شون معقل الأحزاب الدينية كربلاء فازل حبوبي حبوبي شخص واحد أي؟ لكن من اللي 27 مقعد لمن؟ بس هل تقارن نتائج الانتخابات الأخيرة بنتائج 2005 كان هناك تراجع شلون؟ يعني النتائج 2009 تقارنها بنتائج 2005 للأحزاب الدينية كان هناك تراجع لا يا سيدتي محنة أنا أحتيت لتشوفق الإحصائية الموجودة لانتخابات مجالس المحافظات اللي مضى عليها سنة كم كانت حضوض أياد علاوي على اعتبار حزب علماني أو صالح المطلق كم كانت حضوضهم في مجالس المحافظات لا تشكل 10% لو تقرأين 600 عضو مجلس محافظة على عموم العراق لا تجاوز نسبة العلمانين 10% تجربة كربلاء بهالحالة؟ تجربة كربلاء تنفيها الحبوبي من فاز؟ الحبوبي الشخص واحد لم يدخل فيه قائمة أخذ كل الأصوات لا علاقة بحزب ديني ولا حزب ديني 27 مقعد 26 مقعد للأحزاب الإسلامي مقعد واحد للحبوبي ما تراجعت حضوض الأحزاب ذات الطابع الطائفي؟ لا أنا أخذ في السياسة ما عندنا أسود ويبيض